في عقاب الضربات الأمريكية والبريطانية المشتركة ضد أهداف للحوثيين في اليمن صدرت ردود فعل دولية تباينت بين التأييد والرفض والتعبير عن القلق وفي أبرز المواقف الدولية حملت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الحوثيين مسؤولية التصعيد بسبب مهاجمتهم لسفن الشحن في البحر الأحمر فيما قالت الخارجية الألمانية إن الضربات التي نفذتها بريطانيا والولايات المتحدة خلال الليل كانت تهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات في البحر الأحمر روسيا طالبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الضربات العسكرية فيما نددت إيران بالهجوم معتبرة أنه انتهاك لسيادة اليمن وفي موقف مماثل لموقف طهران نددت الخارجية العراقية بما حصل في اليمن وقالت إن هذه الهجمات ستؤجج حالة عدام الأمن والاستقرار في المنطقة الصين عبرت عن قلقها البالغ وقالت إنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهديئة الوضع السعودية بدورها أعربت عن قلقها البالغ لما حدث في اليمن وأكدت أهمية الحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر ودعت خلال بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد ترجمة نانسي قنقر